السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ما درسنا وشرحنا درس المساحة تعالوا نشوف تطبيقات على المساحة ودي موجودة في الفصل الرابع الدروس من 36 ل38 رياضيات الصف الثالث الترم الأول وكتاب قطر الندى يقولي احسب مساحة الشكل باستغدام المربع والمسلس طيب المربع احنا خلاص عرفناها اللي احنا خدناها في المساحة المربع والمستطيل طيب مساحة الشكل بيساوي كامل الشكل كله احنا قاعدنا المربعات واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة اربعة فضربنا تلاتة في اربعة تلاتة في ايه؟ فاربعة قلنا بيساوي 12 مربع طيب لو احنا حسبناها بالمسلس هنحسبها الزي بالمسلس يعني كل مربع او انا عملتش ارى احتبره ان كل مربع لو قسمناه كده هيديني مسلسين يبقى المربع الواحد بيديني كام بيديني مسلسين فهنقول المربع بدلا ما هقول واحد اتنين تلاتة اربعة لأ هعده بالاتنين اتنين مسلس اربعة ستة تمانية طيب وهنا كان واحد اتنين تلاتة فهضرب مساحة المسلس تلاتة في تمانية بتساوي اربعة وعشرين او هم اصلا احنا ايليين اتناشر طيب وزودنا كل مربع بمسلسين ممكن اضرب الاثناشر في اتنين ممكن اضرب الاثناشر في اتنين هتديني برده اربعة وعشرين يعني عندي طريقتين يا اما احسبها زي ما بحسب المربعات يا اما اقول النتج بتاع المربعات اضربه في اتنين هيديني عدد المسلسات طيب هنا بيقول لي اقرأ المسال الكلامي اللي اتيه ثم اكمل لايجاد الحل طيب هنا بيقول لي رسم نادر ست مسلسات ورسم علي الشكل نفسه ولكن باستخدام المربعات اذا علمتوا اننا نحتاج الى مسلسين لتكوين مربع واحد احسب عدد المربعات التي استخدمها علي هنقول عدد المربعات ده مع ست مسلسات وده يكون تكوين مربع واحد نحتاج الى مسلسين لتكوين مربع واحد هنقول 6 على 2 بالسوي 3 مربعات قسمناها كل مربع في 2 يبقى هنقسم على 2 يبقى محتاجين 3 مربعات هيبقى عدد المسلسات 6 طيب رسم أحمد 7 مربعات 7 مربعات هذه 7 هم ورسم عمر الشكل نفسه ولكن باستخدام المسلسات إذا علمت أننا نحتاج إلى مسلسين لتكوين مربع واحد هنقول 7 في 2 هضرب 7 في 2 هيديني عدد المسلسات لأنه كل مربع بيساوي مسلسين يبقى 7 في 2 بيساوي 14 مسلس زي ما نقسمتهم كده هذه 7 هو كل 1 في 2 يبقى 7 في 2 هتديني 14 طيب هنا بيقول لي باستخدام الشبكة باستخدام الشبكة التربيعية المقابلة ارسم المستطيلات واكتب المعدلة التي تعبر عن المساحة باستخدام عدد الصفوف والأعمدة كما بالمثال باستخدام المسال فأنا بعد هنا المربعات وباقول مستطيل مساحته 18 وحدة جبت ازاي 18 قلت 3 في 6 ب18 وحدة مربعة طيب هنا مستطيل مساحته 12 وحدة مربعة يبقى انا قلت 1 2 3 1 2 3 4 رحت ضربه 3 في 4 ب12 باقول المساحة 3 في 4 بتساوي 12 وحدة مربعة ممكن تعملوه 2 في 6 كمان يعني ال 12 دي يئما 3 في 4 يئما 2 في 6 هتديني نفس النتيجة طيب مستطيل مساحته 21 وحدة مربعة 21 دي عبارة عن كم في كم عبارة عن 3 في 7 يبقى اقول هنا 3 وأرسم هنا 7 يبقى بتساوي 21 وحدة مربعة طيب ال 15 3 في 5 يبقى هرسم هنا 3 في 5 وأقول المساحة بتساوي 3 في 5 بتساوي 15 وحدة مربعة طيب هنا المساحة بيقول لي بتاعته 6 في 5 بتساوي 30 وحدة مربعة دي ال 6 هي 6 ودي ال 5 فعايزني أعمل نفس الشكل ده يعني على نفس الحل ده أعمله باقي الأشكال فهنا برضو بعد بقول 1 2 3 وهنا 1 2 3 4 يبقى 3 في 4 بـ 12 يبقى المساحة عندي 12 وحدة مربعة طيب هنا 3 وهنا 3 يبقى 3 في 3 بتسعة بقلت المساحة 9 وحدات مربعة هنا 3 وهنا 7 يبقى 3 في 7 بـ 21 وحدة مربعة هنا 2 وهنا 4 يبقى 2 في 4 بـ 8 وحدات مربعة هنا 1 وهنا 3 يبقى 1 في 3 بتديني المساحة 3 وحدات مربعة 1 في 6 المسيحة ш unterstüt مربعة. رسمت ملك مصفوفة اتنين في ثلاثة اللي اتنين دي عبرها عن عمود والتلاتة صفوف ورسمت يارا مصفوفة ثلاثة في اتنين عمود في صف ارسم كله من مصفوفة ملك كل من مصفوفة ملك ويارا ويحسب المسيحة لكل منهم. طيب عملتها هنا هو اتنين في ثلاثة بل المسيحة اتنين في ثلاثة بيساوي واحدة ستة وحدة وهنا اتنين في تلاتة يعني مرة نعملها تلاتة في اتنين ومرة اتنين في تلاتة هتديني نفس المسيحة دي ستة وحدات مربعة ودي ستة وحدات مربعة طيب هنا ارسم مصفوفة تلاتة في اربعة ورسمنا تلاتة في اربعة ومصفوفة اخرى اتنين في ستة رسمنا اتنين في ستة واحسب المسيحة لكل منهم هتطلع متساوية طبعا ليه عرفت منين متساوية من قبل مرسمهم لان تلاتة في اربعة بتساوي اتنشر واتنين في ستة برضو اتناشر يبقى يطلع النتج واحد. بس الشكل بايه بيختلف. يبقى المسيحة هنا تلاتة في اربعة بتساوي اتناشر واحدة مربعة. وهنا المسيحة اتنين في ستة بتساوي اتناشر واحدة مربعة. دي كده بتثبت لنا ان النتيجة اه لا ده هنا مش تبادلي لان هنا الرقم ده غير ده. طيب تعالوا نشوف هنا. اه هنا بقى بيقسم المصفوفة نفسها. قسم كل مصفوفة من او قسم كل مصفوفة من المصفوفات الاتية الى جزئين متساويين واكتب معادلة المسيحة موضحة خاصية الابدال في الضرب كما بالمسال. اداني مصفوفة هنا كاملة يعني دي اربعة في ستة باربعة وعشرين. رجع السمع نصين وقال لي احسب الجزء ده الواحده الجزء ده الواحده. فهنا قلت اربعة في تلاتة وهنا قلت برضو اربعة في تلاتة. اربعة في تلاتة بتساوي اتناشر واربعة في تلاتة بيساوي اتناشر. احتقال اتناشر زائد اتناشر بتساوي اربعة وعشرين واحدة. وممكن احسبها كلها على بعضها يعني هنا اربعة وهنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى اربعة في خمسة اربعة في خمسة بعشرين لا يبقى في حاجة هنا مساحة الكلية كام واحد اتنين تلاتة اربعة وهنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة لا ده ستة يبقى اربعة في ستة باربعة عشرين مزبوط طيب هنا برضو مقسمها هنا اربعة في اربعة هتساوي ستاشر اربعة هم واربعة يبقى ستاشر تبعي ازا قسمها يبقى اربعة في اتنين بتمانية. وهنا برضو نفس الاربعة في اتنين بتمانية. واقول تمانية وتمانية هتديني ستاشر. طيب قسم كل مصفوفة من المصفوفات الاتية الى جزئين غير متساويين. انا مش عايزهم متساويين هنا. واحسب مساحات كل جزء منهم برضو هتديني نفس الحكاية. هنا اربعة في خمسة بعشرين. هنا قسمها اه جزئين هنا تلاتة. فبقول هنا اربعة في اتنين بتمانية. هنا اربعة في تلاتة باتنشر. برضو جماعة اه تلاتة زائد اتنشر هتديني عشرين هتديني نفس الناتج. اه هنا تلاتة في سبعة. اه تلاتة في سبعة بواحد وعشرين. هنا قسم جزء كبير وجزء صغير. برضو هقول تلاتة في تلاتة بتسعة. طب هنا نفس التلاتة في اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة هتديني اتنشر. اقول تسعة زائد اتنشر بتديني 21 نفس الانتج يعني حتى لو كانت مقسمة تقسيم متساوي او مقسمة نص كبير ونص صغير في النهاية هتديني نفس الانتج بتاع لو انا حليت المصفوفة كلها على بعضها قسم المصفوفات الاتية الى جزئين متماسلين ولون كل جزء بلون مختلف احسب مسحة كل جزء والمسحة الكلية للمصفوفة كما بالمثال طيب انا هنا هعايز اقسم كل جزء طبعا هنا ما ينفعش يعني هنا قسمناها جزئين لان ما ينفعش يكونوا متساويين فقلت 6 في 2 والتانية 6 في 3 بقت 6 في 2 بقيت 6 في 12 و3 في 6 في 18 بقيت 18 زائد 18 بتساوي 30 واحدة مربعة دي قسمناها مزبوطة لان 8 فقسمناها 4 و4 قلنا 5 في 4 بـ 20 و5 في 4 بـ 20 يبقى 20 زائد 20 بالسوى 40 واحدة مربعة هنا كرتونة بيض على شكل مصفوفة 3 في 4 رسمناه 3 في 4 وكرتونة اخرى على شكل مصفوفة 3 في 8 رسمنا 3 في 8 ارسم كل من المصفوفتين وحدد هل لهم نفس المصفوفة ام لا انا من غير ما ارسم المصفوفة ما لهمش نفس المصفوفة لان دي 3 في 4 بتنشر واحدة مربعة لكن هنا 3 في 8 بتديني 24 واحدة مربعة ويبقى كده خلصنا درس المساحة كاملا هنخش بقى على خاصية التوزيع لحل مسائل الضرب وان شاء الله هتلقوني بحب بديكم الدروس اللي فضلة بسرعة قبل ما نبتدي الامتحانات ويارب اكون فدتكم وكون سهلت عليكم المساحة واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة